نتكلم على انه الغرامات تبقى صغيرة طبعا معناها انا بقول للناس خلفوا وتقدر على تمن الغلط فعمل المخلفة وانت تقدر على تمنها نسمع الناس بتقول ايه عن موضوع المال السياسي ونلتقي بعد الفصل لمواصلة هذا الحوار الشيق جدا بالنسبة للرشوة الانتخابية موجودة في الوقت نفسه مفروض مباحس الاموال العامة تمنع الرشوة الانتخابية مش المجلس الاعلى الرشوة الانتخابية دي لازم تتمنع وخاصة بالصعيد لان الصعيد ناس غلابة وناس طيبين جدا جدا يعني لو واحد جاب لهم بطلانية خلاص اذا كان حادث اقتصاد برشوة الانتخابية اللي هي دفع فلوس او دفع خدمات غير مستحقة للناس فدي رشوة انما اذا كان اصلا المرشح ما بيقدرش يعمل دوره السياسي فبيعمل دوره الاجتماعي اذا كان يساعد الناس اذا كان يعمل قرارات علاج دي ما فيهاش رشوة انما الجهات الرقابية هل بتأدي دورها ولا ما بتأديش الجهات الرقابية اصلا قليلة جدا والجهات الحكومية المحتاجة رقابة كتير جدا فها تأدي دورها ايه ولا بند ولا قانون ولا لايحة بتجيز ان اللايقات الرقابية ترعب الاشخاص العديديين انما الجهات الرقابية اصلا رقابة محددة على الجهات الحكومية الرشاو الانتخابية بتؤثر على سير الانتخابات بشكل كبير جدا وبعض المرشحين وبعض المرشحين على المقاعد الفردية اخترقوا الدعاية الانتخابية وقاموا في عيد الاضحى المبارك بتوزيع اللحوم لازم يكون فيه شفافية مطلوبة بالنسبة للانتخابات كعمة دي حاجة من ناحية الهاية الرقابية بالنسبة اللي بتشرف طبعا على الانتخابات حاجة اساسية طبعا لازم يشرفه اشراف تام وكامل على موضوع الانتخابات ولازم يكون فيه نزاهة وفيه شفافية لان احنا خلاص هنا من موضوع الرشاوي هو حاليا لحد الوقت انه قدر نقول فيه تكسير في الاجهزة الرقابية في الدولة الرشوة الانتخابية موجودة وده يعتبر ياريت نحجزه او نحجمه من دلوقتي موسم الصنصرة الانتخابية في صنصرة الانتخابات في دعايات انتخابية بمقاول والاجهزة الرقابية دورها هنا للأسف انا شايفه مش ظاهر على الساحة احنا عاوزين حياة دموقراطية جديدة الواحد يدي صوته اللي هيخدمه الرجل الصالح اللي هيخدم البلد اللي هيعمل حاجة للناس الغلابة بصحيح بقوله كل غالبان ما تديه مش هتفرحش بكله السكر وكله الزيت اشتركوا في القناة